الممثل اللي خارج من جوه الأكاديمية اللي خارج من جوه المصرح بيختلف عادة عن أي ممثل تادي ده وجهة مصدرانة توافق عليها أو ترفض دي بتاعتك بس ده وجهة مصدرانة وبالذات المصرحيين يعني بيبقوا عادة جبابرة عادة ولما كنات بتكلم في التليفون قلتلي أنا رحت حمام بلدي في منطقة من الأحياء بتاعتنا وعايشت الناس هناك وشفتهم بعناية أنت بتعمل كده عادة في أي دور يعني أنت بتحاول قدر الاستطاعة تعايش الشخصية والظروف طبعاً الاختيار واحد معلش هارجع بس الاختيار كنت زعيم إرهابي داعيشي متطرف قاتل الاختيار أنا رحت بسأل في التصوير الراجل ده يتكلم إزاي؟ أوله يتكلم عريشي أجيب اللهجة العريشي أتفرج على فيديوهات لها لهجة غير مفهومة عن اللغة الشامية آه تمام؟ بعد كده قلت هو الراجل ده المربع الجغرافي بتاعه إيه؟ قالوا لي على شريط الحدود بتاع رفح أوكي تمام؟ ماشي بعد شوية اكتشفت أن في عندنا كنز في المنطقة دي في ناس اسمهم بدون بدون جنسية بدون اسم بدون هوية بدون أي شيء ده بيبقى مشترك ما بين البلدين يعني أنت ما تعرفش تحدد هو من البلد دي أو من البلد دي فهو عشان كده أنا أصريت أن أنا أعمله باللهجة الشامية اللهجة الشامية بقى المفاجأة في الاختيار أن ما كانش لها مصح لها خالص لا اللي موجود عريشي بس أوكي روح تعمل إيه بقى؟ بالضبط أجيب فيديوهات تمام؟ أسمع أنقح الورق عندي أسجل وأسمع وأبعت لي ناس شوام تمام؟ صححني ولا لأ في حد يقول لي السرعة لا بالراحة شوية بعد كده أخد بالي من البادي لانجوش الشامي بمعنى كل بلد سبحان الله لها بادي لانجوش الطاليان طبعا عندهم بادي لانجوش آه طبعا تمام؟ والحاجات دي عندهم بالإيد يعني إحنا الشعب المشترك معنا في أوروبا أنه بيستخدم إيده الطاليان إحنا هو الطاليان الهنود الراس آه التراكوة عندهم برضو سلنا في الراس وبعض الحاجات يعني تحس إنها كوم مما بيننا فالحاجات دي لازم أخد بالي منها كويس عشان أبقى مقنع فالفكرة بقى كلها المذاكرة نفسها إن لازم الواحد فعلا كل ما دور وكل ما تعب كل ما ربنا كرم الله أكبر أشوى فهو فعليا بجد هو الموضوع كان قاتي هو أنا عايز أعمل إيه من الدور عايز أقولك كلمتين حلو خلاص ولا عايز أدور فهي الفكرة كلها إن أنت كل ما دورته وبحست وذاكرت مذاكرة كإن عندي امتحان عمال كل يوم أذاكر حاجة وأروح بقى أمتحم بقى نتيجة الامتحان على قد ما أنت اجتهدت وذكرت كان عندك كم مشهد في الحشاشين غالبا أربعين أو خمسين وعملت كل المجهود ده علشان الخمسين مشهد من ضمن تلاتين حلقة هو الفكرة كلها إن المجهود مش فكرة كده أنا عندي مثلا بالنسبة مثلا لحد مثلا عنده متين مشهد أو تلتمائة مشهد أو أيا كان الفكرة كلها أنا عايز أطلع يعمل إزاي صح الفكرة برضو حتى يعني وانت اختطفت الناس كلها طبعا وده أكيد وصل لها الحمد لله اللهم ما هو ربنا فعلا بجد مفيش حد بيتعف في حاجة وبيخلص فيها غير لما بيديله صح فده أنا بجد السعادة كلها عندي إن فعليا ربنا رزعني بحاجتين الحمد لله اللهم لك الحمد الفكرة المذاكرة وحب المذاكرة مش عايز أنا من الناس أحلامي بسيطة أنا مش عايز أبقى نجد أنا بحب أمثل بس بس أمثل على مصرح أمثل في فيديو فيجين سيمة أي حاجة مشروع تخرج أنا بمثل بمثل أنا مليش علاقة أنا بحب أمثل ليه فيه طاقة الطاقة دي ربنا مدهالي تمام الطاقة دي أنا عايز أخرجها الطاقة الإبداعية دي لما بتخرجش من ممثل تتعب تتعب بتبقى يعني أكتر الناس اللي فعليا يعني مثلا أنا كنت بعمل قبل كما مصرحية أفراح الأب كان كان فيه مشهد المشهد ده فضل بعد المسرحية فترة مأثر عندي على عصب العين من نرف لأنه هو كان مفروض أنه هو في المشهد ده فيه تحولات كتيرة يعني بالزبط في حوالي 12 دقيقة ببدأ 60 سنة بنزل لعمر 30 سنة بنزل لعمر 16 بنزل لعمر 10 سنين وبرد 60 سنة تاني يا مر مجهود العشر ده دول بالنسبة للمتفرج هم عشر ده بالنسبة لعشر ساعات عشر ساعات لنها بخرج كل مية فهي الفكرة كلها أنت مخلص لحد فين فالحمد لله اللهم لك الحمد دي نقطة النقطة التانية ورزقي بجد لربنا بعتصولي دكتور بيتر ميمي رزق ليه هو ليه كل الناس بتحبي بيتر ميمي بص أنا قابلت بيتر ميمي تلات مرات منهم مرتين في الحوال الوطني هو شخص فعلا طيبة مجردة ولطف مجرد فعلا طيب لطيف بشكل مجرد وكامل بس قلت طيب يمكن أنا برضو طيب ولا حاجة فع حبيت الراجل يعني لكن أنا ما شفت حد إلا وشكر في بيتر ربنا بعتولي